اشتركوا في القناة اعايز اتكلم مع حضرتك عن الحقبة الجديدة في تولي الرئيس عدفتح السيسي قيادة الامور في مصر بعد الانتخابات وممكن نعدي على اهم النقط اللي حضرتك شايف انها لابد ان تكون ملفات شديدة الاولوية على طاولة الرئيس في بداية المرحلة التانية هو الاساس انه الرئيس السيسي بيحاول جاهدا ان يضع قصص لتقدم اقتصادي او لازدهار اقتصادي واضح ان العمل على مستوى ان تعرف الاقتصاد في ماكرو ايكونومي ومايكرو ايكونومي الماكرو ايكونومي الاقتصاد الكبير اقتصاد المجتمع والدولة على مستوى الماكرو ايكونومي واضح ان في حاجات مبشرة جدا الرئيس بيواصل ما بيشتغلش من نقطة صفر بيواصل ما جرى في عهود سابقة مشروعات اقتصادية كبيرة مشروعات اقتصادية كبيرة استثمارات دولية هي افضل الى اخره جهوده الاستبلوماسية لانعاش السياحة مثلا زي ما احنا شايفين بدأت تؤتي ثمارها مع الشريك والصديق الروسي المتعب الى حد كبير واللي ماشي معانا على طريق تحسين السياحة وفتح ابوبها ببطء يطلع الروح بس احنا عندنا صبر وماشي الامور ويمكن قريب نلاقي الطيران المباشر من موسكو الى شرم الشيخ في اجتماع بخصوص هذا الامر شرم الشيخ والغردقة قريب قوي ان شاء الله الغردقة انا اصلا مترجم روسيا انا كنت ظابط اتصال مع السوفيت في القوات الجوية في حرب الاستنزاف هما مشوا قبل حرب اكتوبار بكم شهر يعني فانا فضلت معهم من نوفمبر 69 لمارس 73 قبل الحرب بستة شهر كانوا اختفوا خالص يعني هو الرئيس السادات كان خراجهم كقوات اسند وكده وقبراء كان فيه قوات اسند وقبراء كل دول مشوا بس ابتدى بقى شوية فنيين دول مشوا كمان في شهر او علاقتي بيهم من قطعة شهر 3 اللي نكمل كلامنا فيه مستويين مستوي الماكرو ايكونامي طب قبل ما نكمل كلامنا صحيتك قلت نقطة مهمة او وجود يعني خبرة ومعارفة بالمجتمع الروسي من الدافر لا بالمجتمع بالدولة والثقافة بالدولة والثقافة مش قصدي انك عشت هناك بس قصود اقول اكيد حضرتك لم تتوقف وتواعية عن متابعة ما يقول المجتمع الروسي كجرائد كنقشات عامة عن موضوع الطيارة دخلين في 3 سنين او هي ربما نصل الى مسبب لكل هذا التعطيل لعودة الطيران الروسي الى مصر هو انا ما عرفش اي حاجة عن اسباب حكاية الطيران دي مسألة غامضة جدا للطيارة دي ولا الطيرات الثانية اللي وعتش اماكن الثانية احنا عايشين في زمن غامض بس اللي احنا شايفينه انه روسيا دلوقتي بتلعب دور في المنطقة كانت محرومة منه ومتشوقة اليه بقالها مئات السنين من ايام بيوتري فيليكي زي قلنا بالروسي بطس الاكبر طبعا يعني حضرتك شايف حتى انه في الستينيات التعاون اللي كان بيننا وبين بعض الدور العربية مع روسيا لا ولا حاجة بالنسبة لدلوقتي بالنسبة لدلوقتي طبعا يعني قاعدة حميميم مش بس قاعدة لا واسماعيل قاعدة تارتوس هي موجودة ومش هنقود نقود فين مشان ما ندخلش في الحساسيات لكن هي فاعلة يعني يعني حلمة هي الان لم ينقطع التنسيق بين العسكرية الروسية والعسكرية الامريكية منذ نهاية الحرب البردة تنسيق بين رئيسي الاركان في البلدين المتصل التنسيق في سوريا متصل حتى قبل الهجمة الأخيرة أيها طبعا 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 اللي عملها دا بيفسر ليه ما عملوش تهددهم وردوا كمان هما بصواريخ وكذا يردوا يردوا بصواريخ على مين هما بيحموا مصالح بعض بس متفقين ما يقدروش يضرب هما روسيا مش مجنونة بس حياتك بتقول لي مش هقول فين مش عايزين نقول فين بس عايزين نقول ايه يعني تقصد سوريا ويتقصد كمان دول تانية لا على مجمل المنطقة على مجمل المنطقة مجمل المنطقة ممكن الأفق روسيا يتسع كما لما يتسع من قبل صحيح كويس صحيح ممكن يتسع كما تسع من قبل والمهم انه العداء القديم اللي كان بيواجه روسيا وبيحصرها بينحسر اساسا لانه التقل الأمريكي بينتقل من المتوسط الى الباسيفيك من المتوسط الى الباسيفيك فممكن هتشهد في السنوات المقبلة حضور روسي قوي حضور فرنسي قوي والحضور الفرنسي بالمناسبة والحضور الروسي هم اقدم شكلين من اشكال الحضور الاوروبي في منطقتنا يعني علي بيك الكبير ما فكر يستقل بمصر بمشهورة من روسيتي اللي انا اظن انه جد استفال روسي اظن اظن لانه هو كان هنحبه برضو احنا كنا نحب استفال روسي حتى لو كانت المشهورة بتاعت جد لكن مشهورة كويسة كان ايطالي نمساوي ايه زي برضو استفال روسي ايطالي نمساوي المهم فمصر ما فكرت استقل في الاول فكرت في روسيا واتصلت بروسيا واخبار حياتك وروسيا دخلت فرنسا على الخط فروسيا وفرنسا قدام قوي في المنطقة روسيا لكن هو السؤال اللي بيراود المواطن البسيط اللي بيسمع الكلام ده من حياتك دلوقتي هل ده في مصلحته يعني روسيا بتطرح نفسها على انها مش بتتشرط لما بتدي معاونات او بتعمل استثمارات بس روسيا مش قوية اقتصاديا زي امريكا وزي الصين فيش حد بيدي حد مفيش حد بيدي حاجة ببلاش او بس بس في الوقت اللي بتبلتك فيه القوة العظمى الاخرى اه كده من غير ما تدي يعني خالص يعني هو ده اللي حاصل في المنطقة بقى غير ما تدي احنا مش بناخد بنا معاونا من ساتة ربعة وسبعين دي مش مش بناخد معاونا رسمية من ساتة ربعة وسبعين دي تمثل ايه بالنسبة لليه بتديه لإسرائيل وليه عطعته عننا بعد تلاتين ستة حاجة تاني هي خدت خمسة وتسعين مليون دولار عشان تلوي ايدنا بس احنا قدت تتلويش احنا بلنا طويل خمسة وتسعين مليون هم كام كلهم اصلا ده مليار و تلتمية طي بس يعني لكن لما تشوف العلاقات اللي حصلت بقى مع روسيا والسلاح اللي جبناه منها والمفاعل النووي والتفاعلات الاستثمارية والمنطقة اللوجستية لا في حد بي لسه وعيدة ان شاء الله حكون حاجة كبيرة ان شاء الله يعني العالم بتشكل من جديد ان زياح الظل الامريكي الثقيل من على المنطقة والتجاوة للباسيفيك بيفتح فرص تانية قدام قوة جديدة زي روسيا والصين وزي ما بقول لي سيادتك فرنسا حيبقالها ضول كبير وايطاليا ايضا ايطاليا مهمة جدا ايطاليا تبا بص الكل احنا مستقبلنا حلمنا الاكبر هو الغاز طبعا ايطاليا مهمة او في المسألة دي وروسيا ايضا بتحمي الغاز بتاحها لقال لا يكون الغاز القطري هو البديل ويبقى دي المشكلة اشكاها مش ممكن هتسيب روسيا ومش ممكن هتسيب امريكا وحلفائها يتوغلوا في روسيا ولا غلط الكلام يتوغلوا في اين في سوريا لا امريكا مش عايزة تكون في سوريا امريكا عايزة ايه من سوريا دي مسألة فيها كتير من التخمين لانها لا تفصح بوضوح عن رغباتها بس امريكا مش عايزة يكون لها وجود وجود امريكا في سوريا هو يعني ملامح المشهد يعني انت عندك روجر كوهن اللي هو اهم الكتاب في نيويورك تايمز قال بوضوح من سنة 2003 تقريبا انه على عام 2019 مش هيكون فيه وجود امريكي في الشرق الاوسط نهائيا القرن الامريكي في الشرق الاوسط بدأ في 1919 معقولة اه طبعا يعني يعني بس رأى السطار بس هما بص حضرت يعني طب وحماية المصالح السهيونية واستمرار المخطط ان كل الدول المحيطة باسرائيل تبقى دول مفتتة وان ما يرجعش تاني مفتتة فيه مفتتة ده كلام بس اقول لي فدرالية اه يعني انتقال من الدولة المركزية المهيمين على كل الاقاليم الى دولة كونفترالية او فترالية اه انا شايفين ده في العراق اي واتواقع ده في سوريا بس تفتيت لا وده كويس حضرتك شايف ان ده كويس هو الوحش فيه انه بيتم زي ما يكونوا بيعملوا هندسة سياسية بالزبط بدون ارادة الشعوب هما بيعملوا كده وبددخل من الخارج وباستخدام ادوات باهزة الكلفة لنا اه طبعا يعني يعني انا التاريخ بالتأكيد حيقول لنا مين اللي دخل لداعش ستة وعشرين الف عربية تيوتا يعني هي شركة تيوتا ما شكتش لما تشتنوا منها ستة وعشرين الف عربية دي راح فين وحيطك مش عارف قبل ما التاريخ يجاوب على السؤال ده انا عارف بس مش عايز اقولها عشان وروحش لدايا بس خلاص خلينا نكمل ده كنا نتحدث عن الماكرو ايقانومي او الاقتصاد العام احنا عندنا مستويين عندنا الماكرو ايقانومي والمايكرو ايقانومي هتك عايز تكلم بقى على الاقتصاد البسيط الصغير اللي خص المواطن ايما احنا شايف هو ده متقاصل بدا بس الماكرو ايقانومي صعابها تكون اشد شوية ايوة لانه انت بتفكك منظومة زمانها راح اه وبتنشئ منظومة جديدة ايوة قد ايه بقى حنقدر نصبر ونتحمل وطبعا الصبر والحدود زي ما بيقولوا اه والتحمل مش على طول ايوة انما اديك انت شايف السياحة حتيت تحرك اه بيس اه يمكن على سنة 19 عشرين في خطة لمضاعفة الناتج القوم العام لا فيه كمان برضو قوانين مهمة بتمر دلوقتي من مجلس النواب سواء لتنظيم الباركينج تنظيم العمل السايس ودي مسألة احنا محتاجينها يعني جدا جدا يعني حضرتك عارف طبعا اعلم مننا انه مثلا في دولة زي امريكا ما فيه شبر الدولة مش هواخد عليه فلوس عشان عربية اه لما كنت مشتقى في لندة في التمانينات 14 عشر سنين في بريطانيا اه فكنت بتركن عربيتك في وسط البلب بتمانية جنيزة الليني في الساعة ده سنة كام في التمانينات بقولك زي مرة دلوقتي بتمان عربية هنالساة هناك بتمان عربية هنا احنا طبعا مش هنكون بالغلوة ده بس هو الحقيقة هي محتاجة كفاءة ادارية عالية ما عرفش التخمة الادارية والكسع الاداري الموجود هعرف عملها ولا لا لاننا اللي شايفه انه انت عارف الجازح حكومة عندك 7 مليون موظف انت حسب التقدرات الموثوقة يعني انت محتاج لمليون ونص فانت عندك 5 مليون ونص زيادة بيعطاله البقيين وبيفسده الاجواء معرفش هذا الجهاز البرقات المتراهل هيقدر يشتغل لو اشتغل هياملين خدمة كويسة قوي وهاملين عائد كويس واحنا كمان يعني حتى في الاحياء الراقية في القاهرة اصبحت الحكاية دي حكاية ركن السيارة دي اصبحت انه واحد بياخد من الهي او الحي المنطقة دي ويطلق علينا شوية بلطجية وشوية رد سجون عشان الواحد لما يشوفهم يخاف فيديهم الخمسة جنيه او العشرة جنيه ولا في وصل ولا في وقت ولا في عمود بتوقيتات الحكومة اللي منزله زي كل دول العالم بس انا مكانش قصدي الحديث في هذا العمل كنتم اتكلم على ده كمثال وكانان في قانون قانون مهم جدا بتاع اجازة عربيات الاكل يعني ده برضو قانون مهم جدا صحية ويعمل منشأة يعمل عربية يعمل حاجة بتمشي لو قدروا يرحموا هذا المستثمر الصغير من طغيان موظف وزارة الصحة اه وصغار رجال الشرطة وبتوع البلدية والبلدية اه والابتزازات الاهلية بتاع الفتوات اللي هم لو قدروا يعملوا كل ده حيكون كويس بزرط انما اي خطر لتجاج الصحية بزرط وفي نفس الوقت كمان يعني انا من اللي قلقني شوية انه هو قالك انه يدفع كل سنة حاجة زي تأمين وكده ما يزيدش عن 5000 جنيه في السنة فانا قلت الرقم برضو يخض يعني واحد 400 جنيه في الشهر بس يستنوا شوية بس تنجح الحكاية وتجيب نتائج لانه لما الواحد بيشوف طفل في مدرسة بيشرب من حد شايل بتاع كده من الفولكلور بتاعنا الواحد بيتخضى على صحة الطفل طب انا لما جيب حاجة بديلة بتحافظ على الفولكلور ده بس تكون نظيفة ومع شهادة الصحية وا 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 هو لو 400 جنيه دول هيعفوه من الابتزازات التانية بيتفع الدول 3-4 مرات الرسمية وغير الرسمية ايوا والموظف اللي مالوش لازمة لكل شي جيت على فكرة هذا النوع اللي انا شفته في بريطانيا مكتب مرات تنزل مصري يا وعيالي فكنت أتغدى في شرق أكسفورد عبد المطلع شغلي كنت بشوف ظابط السلطة بيأكل ببلاش ينهى ربي أوحيات ربينا في التمانينات اه في التمانينات يفطر شكرا يا صديق اللي هي 100 يعني بس التافل العمية اللندنية بتبقى همزة ويمشي ما يدفعش أنا قلت ممكن ما خدتش بالي بقيت أبص كويس ثاني مرة بس هم يعني بدوا الانجليز شيك حتى في الفساب بتاعهم يعني محدودة شوية حضرين بردو شوية طيب اه ايه تاني غير المايكرو ايكونامي المايكرو ايكونامي اللي حدتك كلمت عنه اقتصاد الصغير ده المشاريع الصغيرة اه اه ايه تاني على طولة الرئيس باعتبارك كاتب ومفكر وصحفي ايه تاني يخص الثقافة يخص الحقوق يخص التنوير يخص التعليم لا شو سيادتك هو كلما الدولة تشيل ايديها عن الثقافة كلما الثقافة تبقى احسن مش العكس يعني يعني هو دلوقتي مثلا هيئة صورة الثقافة فيها كذا و 30 ألف موظف بيعملوا ايه معرفش هي مطبوعاتها ممتازة مطبوعاتها ممتازة سلاسل طبعا طبعا المطبوعات دي لوحدها مش عايزة كل هذا العدد الضخم من الموظفين عندك ماسبيل ومصلا فيه 40 ألف عندك الدولة لازم تركز في عملها الثقافة الإعلامية لقيت المصرح فيه حوالي 6-7 إدارين لكل فنان والمفروض انها هيئة منتجة للفن بالضبط بالضبط ممثل في المصرح عارف عارف الرقم لكن هل يكفي ان ترفع الدولة يدها عن الثقافة ولا ان تكون مشارك بالإمكانيات اللوجستية الهائلة اللي عندها عدد أسور الثقافة وعدد المطابع والمعرض والنشاط والكتب والمصرح والسينما الدولة تشتغل على الأنشطة الثقافية غير المربحة بس المتاحف الكبيرة البتاع كده ويبقى فيه مصرح تبقى عند دول المصرح القومي بس وتشوف حضرتك من أول ما فؤاد الأول وضع جامعة القاهرة كي تيامها قبل ما ما كانتش اسمها جامعة فؤاد كان اسمها جامعة الأهلية الأول من أول ما وضع إيده عليها وخليها تابع وزارة المعارف سنة 1925 بدأت الثقافة المصرية تدخل في طريق دي رطف الخل الله كان يقول الدولة الاستبدادية جنة المثقف أحسن كتالوجات عن الفند التشكيلي تشوفها حياتك كانت في الدول الشمولية في تحاد سوفيت في ألمانيا الشرائية إيه السبب لأنه بيصرف ومش مهم يبيع ولا لا طب وإيه علاقة ده بالاستبداد الاستبداد لأن الدولة كده أما بتهيمن أما بتهيمن على الفكر والعقل بتهيمن على الإنسانية وبتبقى مصيبة بالعكس أنا عايزي الدولة تشتغل وجنة المثقف ليه إذا كانت مصيبة لأنه قاعد يكتب للدولة وتهيصه آه يعني المثقف المشتغل يعني المتربح مش المتلقي الخدمة لا المنتج اللي بيشتغل بتوجيه الدولة بخباح حياتك بيبقى يعني بيبقى المثقب بيقى موظف كل ما الثقافة تأممت كل ما بقى وحش لأنه دلوقتي داخلين على اقتصاد حر تدريجيا لازم يدخل معاه على الثقافة حر تدريجيا بس خليني أعمل مداخلة صغيرة وأعرف رأي حضرتك في حاجة إحنا تربينا قبل ما نمارس الفن حتى منذ القراءة على أنه لما زاكي توليمات أنشأ الثقافة الجمهورية ولما أنشأ المعهد ولما شفنا الأنشطة اللي بتحصل في معرض القاهرة الدولي للكتاب ولما شفنا سلاسل ما سمي بمهرجان ومهرجان القراءة للجميع قدم خدمة كبيرة جدا رغم أنه جاء في القليل على المؤلفين طبعا لأنه نافس الإنتاجهم اللي كان بيدباع كبير في مكتبة مصر أو غيرها يعني لكن عايز أقول أنه في ظل حماية الهيئة اللي كانت بتنتج السينما عمل السينما وستوديو مصر وا 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 إحنا شفنا ده ما شفناش غيره ولما تشالت الإيد دي أصبح المصر احتافه والسينما كلام فارغ ما شفناش غيره لا أنت عندك السينما المصرية في التمانينات قدمت شغل الطيب وخير بشارع قدمت شغل ما حصلش بس كان مسنود بالفكرة دي بأن الدولة توجهها كده كانوا خارجين من الستينيات للسبعينيات بكده لا في التمانينات كان انتاج خاص آه ما أنا عارف ما أنا طبعا آه عارف ورعفة الميه وعلي عبدالخارق وطيب عطف الطيب وعشرة فاهمي عملوا شغل زي الفل لا الدولة أما بتدخل في السقافة ممكن تعمل الزوجة التانية ممكن مش عارف إيه حاجات بسيطة كده ولا حتى وضع السياسات حضرتك مش عايزها خالص لا وضع السياسات للسقافة دي مصيبة الكلام ده في تحاد سوفيتي مش عندنا لا 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 الكلام ده ما ينفعش ندخلين على اقتصاد حر مش كده يبقى ندخل على السقافة حرة وعلى تعليم حر يعني تدريجيا ما بقولش في يوم الليلة أنا ضد القفز المباشر كله بالتدريج تدريجيا الرئيس يحضر لرفع إيه الدولة على السقافة يحضر لتحرير الجامعات أخبر حياتك لو أعبع أسس جديدة للاستثمار الأهلي في التعليم ما يبقاش السبارتو جاري زي ما هو دلوقتي لا تبقى جامعيات أهلية كبيرة شركات كبيرة عشان ما يبقاش بيزنس زي كلية السلام وزي مش هنو الأسماء العموما الحاجات القديمة اللي كان اللي قام على أكتفها شوفنا النهاردة الوزراء متخرجين من الكليات دي ومن المدارس دي آه تمام تمام فعلى مستوى قلنا على المستوى الكبير الماكرو ايكونامي الرئيس كمان الحركة الإقليمية والدولية بتاعته بتعزز هذه التوجهات طبعا وبتفتح لها أفاق كبيرة طبعا وطبعا في مجال زي مجال الغاز الطبيعي نفيش أي مستقبل إلا بالتفاهم طبعا وده اللي بيعمله الرئيس يعني مع عبرس مع اليونان مع إسرائيل مع أي حد من اللي عنده غاز لأن انت هدفك الأساسي انك بتكون الهب أو المحور الأساسي بتاع صناعة الغاز في منطقة المتعص أنا عندي كلام مهم جدا أسمعه من حضرتك أسألك عنه بخصوص السياسة الخارجية لكن عايز الأول أسألك عشان أقفل حتة الحقبة التانية دي هل بتشوف إن احنا في احتياج لتعديل وزاري ولا عندنا شوية شغالين شوية لأ ولا شهر ستة حياش هتفعلا تعديل ولا حدك مش راضي عن أداء الحكومة عموما فمش هتفرق لو عدلنا إيه رأيك في الحتة دي والله بص حضرتك إذا عايزين نتكلم جد فضل الكلام الجد إنه الرئيس هو صاحب الرؤية الاستراتيجية اللي محركة البلد هو اللي بيقدر بقى الطائم اللي معاه ده ينفع يكمل معاه ولا يعني دي مسألة إذا عايز تتكلم في جده هو ده فهيبان التنبؤ مش مفيد أو في المسألة دي طيب ماشي أنا أحترم جدا وجد نظر حياتك في هذا الأمر عايز أقلك بقى على من السياسة الخارجية اللي حياتك بتتكلم عنها يعني من الصعب جدا قد تكون هي دي السياسة مش عارف إن حياتك تقعد مع ناس في قاعدة وعلى كراسي مجاورة ويبقى في مصالح مشتركة ويبقى في مؤاذرات مشتركة والموقف الأخراني اللي حصل في الدربة على سوريا كان مؤلم جدا وكان بعض الناس ممكن تكون متطرفي لأفكار مش قصدي إرهابية يعني تقولك إيه لي خلي الرئيس يقعد مع دول بتأيد إن سوريا تتضرب وبتمول ربما إن سوريا تتضرب وده تصريح أحد الملوك الملك السعودية من كم يوم قبل دربة سوريا قالك بأنه نسق مع حلفاءنا وأصدقائنا ممكن لعمل ضربة في سوريا إيه رأيك في القصة بص حضرتك ضربة سوريا دي مفيش ضحية بشرية واحدة لها تمام دي نمرة واحد تمام نمرة اتنين ضربت الأماكن اللي انضربت تمام وزير الدفاع الروسي قالك نمرة ثلاثة قالك دمرت المدمر نمرة ثلاثة محدش اتحمل فيها أو وقت عليه خسارة إلا الدول اللي ضربت آه ليه هي اللي دفعت والتاني تصدد هو الصالوخ تعريبا بيتكلف الصالوخ من دول 60 مليون دولار تعريبا ياه صالوخ ب6 مليار دولار 110 صالوخ وقع منهم 71 والباقي نزل على خرابة وقع 71 ده كلام الروس آه والسوريين معرفش دقته معرفش دقته تتوقع انه صح ولا أقل ولا أكتر معرفش أنا معرفش بس اللي أنا أعرفه انه الأمريكان قبل ما يضربوا نبيه الروس طبعا بين الأمريكان والروس طبعا وبين الروس والإسرائيليين والروس والأردنيين واللي ينسق مع الأردن من ناحية ومع إسرائيل من ناحية يبقى بينسق مع الناتو شخصيا إسرائيل ده حياتك بتتكلم عن الدربة بتاعة حمص بتاعة يوم الكنين عشان كان فيه دربة تانية لا أنا فاهم لا عموما بشكل عام يعني فيه تنسيق عشان منع منع الاحتكاك طبعا أو تضرب المصالح أو حتى بالصدفة طبعا قطعتين يخبطوا في مدى بعض ايوه طبعا بين إسرائيل من ناحية بين روسيا ده بس عموما اللي بيحصل في سوريا ده بيمهد لدور جديد قد تلعبه روسيا وفرنسا في التسوية المنتظرة بالعرب والإسرائيليين طب كلمني عن الدول العربية نقول لي عن الدول العربية تقول لي رأيك عن الدول العربية مجلس تعاون الخليجي اللي قايد الدربة على سوريا والدول اللي قالت احنا مستعدين ندفع وممكن يكونوا دفعوا علشان ده يحصل يا سيد الفاضل الدربة دي انا لا ادفع عنها ولا انقضها لانه دي قوة عظمة محدش بيقدر يحكم حركتها هي اللي بتحكم حركة العالم نفهم لا يا فاند هذه الدربة هي في نظري أنا هي المدخل الى التسوية السلمية في سوريا لان بعد الدربة على طول ابتدت واشنطن تتكلم ايه المطلوب سياسيا وفي مشروع في مجلس الامن امريكي بريطاني فرنسي بعد على طول طب ومبال ايه لازمة طب وايه لازمة الضربة يعني هما غوين يدفعوا ستة مليار وشوي عشان خاطر ولا يجسوا نبض التانيين عشان يدفعوا هما بعد سبع سنين من العداء ومن الكلام العنيف عشان تقبل بشاري الاسد شريكا هو كده حيب بشاري الاسد شريك اه لازم فيه حيا وشي حيا واجهي يعني لا هي كده زي في فلسطين واسرائيل مش ممكن نخطو خطوة قدام إلا ما الدم الطاهر يسير على الأرض وقبال حريتك انا بالنسبة لي الضحايا بالنسبة لنا كإنسان سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او يهود الضحايا البشاريين بالنسبة لي خسارة لا تنكر مش عايزها مش عايزها خالص ويا سؤني ان كل تقدم باتجاه السلام بيبقى دم الأول كان لنا كان لنا بنقدم ضحية بشرية ده ما يصحش ده ما يصحش فعموما بس احنا هنقول ايه بقى يصح وما يصحش اذا كان دي قوة زي ما سيادتك تفضلت لا تستشير القانون الدولي ولا المجالس اللي هي عاملاها عشان تتحك بها علينا ولا بتاخد موافقة من المجالس الرسمية الشعبية بتاعتها الكونغرس بغرفتيه ولا ولا يعني ولا حد انت عندك تريزة ما ينبارح يعني كوربن تعريبا هزقها قالك مثلت قدام المجلس العموم البريطالي لتبرير الضربة ايه بقى ايه اهم التبريرات اللي قالتها يعني يعني وزير الخارجية بتاعتها طالع قال نتوقع ومش متأكدين ومش عارفين فيه ولا لا هي بالتأكيد عملت ده عشان خاطر يعني العكس اللي قالتها هي قالت انا عملناش ده بمجرد طلب من امريكا لا هي عملته بمجرد طلب من امريكا لانه سيد ترامب انا ما توقعتش فاقود يسته ان يكون اداءه بهذا الشكل بصراحة انا توقع طبعا يكون اداءه ساي لان عارف الله راجل اللي هو في السياسة ولا في البطيخ بس ليس بهذا الشكل هو الان يكاد يكون على الحافة يكاد يكون على حافة السقوط ودي من اهم الاسباب الداخلية اللي حتمت الضربة لكن هناك اه اه ده نقطة مهمة طبعا يعني حضرتك فيه بتشير الى انه فيه محاولة توجيه الكاميرا في حتة تانية علشان الداخل يرضى عننا فنقول نحن مضطرين واسلحة كيميائية ولن تتكرر بعد الحرب العالمية زي ما قالت كلمة احنا عندنا اسلحة النووية بتاع العراق اللي طالت اكسوبة اه بالزبط وهم لحين انه عددوا ما يدوروا وانا بقولك حتى لو لاهم بش يسدهم لا وقالك ايه قالك الادلة ممكن تكون اخفية لان فيه انفشار من العناصر الاسكرية الفرنسويل قال حضرتك بص ما الذي يجعل بشار الاسد يستخدم اسلحة نووية وهو يتقدم صحيح ده السؤال العظيم لا هي واضحة راجل ناجح وكان استخدمها في موقف كان موقفه اصعب كتير من كم سنة هو مش هابل هو يوم ما يستخدمها هيدين نفسه بالزبط بالزبط السلاح الكيماوي ظهر في المنطقة كرد فعل على تملك اسرائيل للسلاح النووي قدام العالم كله من غير ما حد يقولها حاجة فالدول العربية الفقيرة عملت سلاح كيماوي مش شان تضرب بيه مواطنيها عشان تحمي بيه نفسها لو اسرائيل استخدمت يعني توازن الرعب القديم وخلاص خلص الكلام ده وإحنا شغالين على السلام دلوقتي فمسألة السلاح الكيماوي في سوريا كانت أكذوبة لا معنى لها إنما أنا بقول كان الدافع الأساسي لهذه المسرحية كلها أنك تروح تضمر المدمر وتضرب بحيث وبعدين إيه دقة بريسيجن غير مسبوقة من أهم أسباب البيسيجن أنه كان التنسيق بينه وبين الروس بيتهيقلك محكم أوي ما كانش خطوط عامة زي ما قال الأمريكي له يعني الأحسن تخرج وتضرب حد يعني زي ما كانوا زي ما عملوا قبل كده ما موتوا ناس كتير الروس لموا نفسهم قبل الضرب والسوريين وكل حاجة في النهاية هذا مدخل يعني حياتك مش شايف أنه فيه تصعيد عسكري في سوريا لا 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 ده مدخل مدخل للسلام مدخل للحل السلمي الحل السلمي طبعا بطيء لأن أنا رأي بس عن أهل يبتدي رأي الشخص المتواضع الذي لا أملك دليلا واضحا عليه إلا قليل أن الهدف النهائي هو تأسيس فيدرالية أو كون فيدرالية في سوريا مش حكم مركزي كما كان هو كلام الحديدك بتتكلم عن الحل السياسي ده شبه الكلام اللي قاله سيدة الرئيس في الرياض في القمة بتاعت الدمام الأخيرة لما قال أنه لتبتدي الأمم المتحدة تدينا بقى تواريخ للدستور الجديد أن ده يعني أصبح واقعيا الرئيس بيتكلم انطلاقا من التراث المصري التراث السياسي المصري الذي يعتمد تفعيل الشرعات الدولية بالزرط ويسعى قرر الإمكان بزرط بنحاول دايما بننجح إمتى ما بننجحش إمتى ده بقى حسب الظروف لكن ده ده توجهنا دايما يعني ذاك الرأي مصر في قصة سوريا من زمان في كل قصة إحنا دايما بنحتاكم إلى الشرعات الدولية من إيام محمد صراح الدين باشا والخبار حريتك من إيام الملك فاروق لدلوقتي طيب يعني يعني برضو بما أننا كلمنا عن القمة الأخيرة الرئيس حط قدام القادة العرب رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ والتحقيق الحقيقة لمواجهة تحديات العالم العربي يعني حضرتك شفت يعني ده احتمالية تحقيقه عاملة إزاي الحديث عن الأمن القومي المشترك ومنورات درع الخليج والحديث عن وضع استراتيجية قومية للأمن العربي هو الحياة دلوقتي أنت لست منفصليا عن العالم أي الأمن القومي العربي هو جزء من الأمن العالمي كويس بالنسبة لنا في المنطقة التعاون بين مصر والخليج مسألة يعني يعني من أهم يعني أنت حضرتك العلاقة بيننا وبين الخليج بدأت تتأسس على أساس الشراكة للستراتيجية أي منذ مؤتمر الخرطوم في أغسطس سبعة وستين كنا احنا خارجين من هزيمة ومنهكين والملك فيس على الرحام وقال احنا معاكم وحنمول وحندعم الجيش المصري والجيش السوري والجيش الأردني للجيش المواجهة منذ تلك اللحظة بدأ يتشكل المصير المشترك بين من مصر وبين الخليج وبدأت تتدفق من مصر العمالة اللي شغالة في الخليج والمستسميين اللي شغالين في مصر فبقينا بالفعل يعني كل ما كان يقال في أزمينة قديمة عن القومية العربية بشكل إنشائي تحول إلى يعني كل واحد فينا بص في طريقه هتلاقي كم سنة في الخليج يشتغلها أو اشتغل في شركات هنا يملك المستسميخ فإذا التنسيق الأمني والسياسي أهم من الأمني مع دول الخليج حكمي لما فر منهم وخاصة مع السعودية يعني حنستسنمين قطر لأن قطر بتمثل حالة غريبة شوية الحقيقة مش مفهومة يعني هي سلوكها قربها من إيران مش اليومين دول بس على طول على فكرة دائماً تميل إيران يعني أنا أفهم مثلاً بلد زي سلطانة عمان عقلة وفهمة إنه ممكن حدود التوتر مع إيران تسيطر عليها وتلعب دور التهديئة والتوصيل بين قران والعرب ووصلة لللي بتدور عليه قطر إذا كانت بتدور على دور بهدوء وببساطة وبرجاحة عقل جلالة السلطان قابوس آه طبعاً قطر ما تعرفش تعمل ده شوف العقل ده طب ده مفهوم إنما أنت بتعمل إيه أنا مش فاع قطر وبعدين علاقتها بالإخوان المسلمين يعني أنت لا تتخيل الجهاز الإداري القطري المدقراطية وخصوصنا المدرسي كله بالإخوان المسلمين اي فقطر ماشي في سكة أنا أعرفش هتو مش فاع حد أنت طيب في يعني الرئيس تخدم جملة مهمة أوي لما تحدث عن التهديد الوجودي في القمة الأخيرة يعني والمحاولات الممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة الوطنية أي أن كانت اسمها إيه نعم لمصلحة كيانات طائفية وتنظيمات إرهابية نعم متى أنا المكتوب قدامي ما المطلوب لكن أنا عايز أقول متى متى تعي الدول العربية هذا التهديد الوجودي وكيف تتصرف حياله مع من تتحالف مع من تضع أموالها اللي ربنا نططها لها فجأة دي علشان مين بجد اللي حيدافع عنها ومين اللي بتستعديه على أخوتها وخلاص بس حضرتك التهديد الوجودي للدولة الوطنية الآن هو الأصولية المسلحة واضحة هذه الأصولية ضربت في مقتل بالتوجهات الجديدة في السعودية والإمارات هذا صحيح هذا التوجه يعني أنا بعتبر اللي بيعمله محمد سلمان دلوقتي في السعودية هو الثورة السعودية الرابعة الثورة الأولى ألف سنواتنين وخبار حديثك تأسيس المملكة العربية السعودية الثورة التانية يمكن في سنة كذا وثلاثين اتنين وثلاثين بالاتحاد بالنجد والحجاز بعدين فيصل أسس دولة الرفاه بعدين اللي بيعمله دلوقتي محمد بن سعود محمد بن سعود هيبني أوبرا يا راجل آه طبعا انت بتأسد ثقافة عصرية وعمل شركات سينما ومصرح والستات بتمثل مصرح وتروح تحضر ملاعب ودرجات لتمويل الإرهاب تمويل الإرهاب منذ الخمسينات لحد قريب كانت خليج الستة وعشرين ألف تيوتر اللي بقول لك عليهم دول اشتريت بأموال خليجية إذن اللي بيعمله محمد سلمان بيقفل باب الخراب هذا خبار حديثك الخطر على الدولة الوطنية اللي تكلم عنه الرئيس مصدره الأساسي الأصولية الأصولية بفقدانها مواقعها في السعودية والإمارات تفقد الكثير وأظن أن احنا ماشيين في هذا الاتجاه طيب أسأل حاجة تانية برضو خاصة بسوريا أنه البيت الأبيض أعلن دولالد ترامب يتمنى عودة القوات بأسرع ما يكون من سوريا وإيمانوال مكران الرئيس الفرنسي مكران قال أن باريس أقنعت ترامب ببقاء القوات في سوريا لمدة طويلة شوف حياتك سدقني أنا حديك تاريخي سدقني نصف 2019 لن يكون في سوريا أي قوات أجنبية نصف 2019 ليه نصف 2019 لأنه روسيا اتفقت أنها تدي تركيا صواريخ اسرع مية بتاعتها دي في نصف 2019 تمام التوازنات العسكرية لا تسمح أن تركيا يكون عندها هذا المستوى العالي من التسليح من مصدر غير الناتو وفي قوات أجنبية في المنطقة في قوات ناتو هي تسليح ناتو آه وهي ناتو إنما كونها يجي لها تسليح سوفيتي آسف روسي يبقى إذن المسألة بتتغير على 2019 مش هيكون قوات غربيية في سوريا ده اللي أنا متوقع إيه اللي خل حضرتك تقول أن أمريكا تنقل وجودها العسكري من الشرق الأوسط إلى المحيط لا مش بس العسكري العسكري والسياسي والاقتصادي القرن اللي بدأ في 2019 في مؤتمر في الساي في باريس كان فيه أربع حاجات مع بعضها النفط اللي بدأ يظهر من سنة 1911 الأصولية الوهابية والهاشمية اللي ظهرت مع الحرب العالمية الأولى وقال لك هنحطي الهاشمين مملكة فين في سوريا والعراق طب السعوديين الوهابي العاقرية أخبار حارتك نمرة الثلاثة الصهيونية أخبار حارتك نمرة أربعة الأصولية اللي انت شايف فديه الإخوة المسلمين وأمثال كل ده بينتهي كل ده بينتهي أمريكا دلوقتي ما عادتش محتاجة نفط من الشق الأوسط أمريكا أكبر مصد للنفط أمريكا رايحة لشاركها التجاري الأكبر اللي هو الصين ولأسواق أسيا مش عايزاك طبعا خلاص ما هو من أيام أوباما كان بدأ التوجه للصين هي بتنقل من هنا هنا نتيجة غياب أو يعني الغياب المنتظر للأمريكية هتضطر الصيونية إنها تدقل في حلول وسط تاريخية معك ده حدك كده نقلتنا على القضية الفلسطينية طبعا كنت حنقل مع حضرتك لأنه الرئيس تكلم عن الأداء العالي لمصر في تقريب وجهات النظر الفصائل الفلسطينية و قال برضو بشكل غير مباشر إن ربما في أطراف أخرى عربية بتؤجج هذا الصراع ومش عايزة يحصل هذا الالتقام بدليل المؤامرة الأخرانية لاختيال رامي الحمد لله رئيس الحكومة الفتحاوي المؤامرة ده أنا ما رأيش طبعا عنها أي حاجة ما نسمع بس أخبار إنما الواضح إن مصر بتعمل من أجل السلام بالتنسيق مع السعودية والإمارات والألدن أخي بس سيادتك وإسرائيل في حاجة إلى السلام لسببين على الأقل السبب الأول إنه لأول مرة أصبحوا العرب داخل إسرائيل أكثر عددا من اليهود كويس علما بإنه الإحصاء اللي بيحدد عدد اليهود حاطت فيهم نصف مليون معروف إنه هما مش يهود اللي هما الروس الغير متدينين الموجودين في إسرائيل وبيتكلموش عبري بيتكلمو روسي وبتفرجوا على تيفزين روسي وعايشين حياة روسية وبيقولوا بصراحة إحنا مش يهود بس هما جزء من عتاد من التعداد الدولة فلابد أن يضم يعني قوة الدولة هم معاديل العنصرين أوي ورغم ذلك الفلسطينيين أكثر عددا فإسرائيل دلوقتي أصبح قدام حاجة من اثنين إما أنها تحل الأزمة فلسطينية وإما أنها هتبقى دولة أبرتايد زي جنوب أفريقيا أنا كنت في مؤتمر فكل 16 العامل الأمير سمو الأمير صاحب سمو الملك الأمير خلد الفصل في دبي من كم يوم واتكلم مصطفى برغوثي وقال إن إسرائيل أبرتايد أكثر من جنوب أفريقيا ده مالصحيح يعني إيه أبرتايد؟ أبرتايد يعني فصل عنصري أبرتايد آه أوكي إسرائيل مش كده إسرائيل تشك إنها تبقى كده لأن أنا شايف زي أي واحد في الدنيا أنا رحت إسرائيل سنة 97 رحتش تاني بس متابع يعني في مستوى خدمات وصحة ولكن في بعض الغباء اليميني المهيمن الذي يجسده سياسي معايا مش عايز أقول اسمه عشان ما نشتمش في رئيس حكومة وأنا عندكو وغبر حارتك ورغم ذلك في إسرائيل شايف الخطر الثقافة الإسرائيلية الدوائل الإسرائيلية مبارح المحكمة الإسرائيلية العليا قدت حكم كويس قوي بس مش عادرة تكره بالضبط الأصد إسرائيل تدرك الآن إنها لابد لها من السلام لأن الحقيقة السكانية الفلسطينية تتزايد ولا يمكن تجاهلها دعوة سبب لكن إسرائيل دائما ما تتحدث عن التمن الباغز المريع اللي هتدفعه في هذا السلام من أيام ما كان جلدة مير وبيجن بعيط وأقوال سليمان النبي الحكيم من الكتاب المقاسم العاد الأديم والحاجات دي أنا مش هتحدث عن استمرار التمثيلية بسيطة أتكلم عن التمن لا هو هو مساون هل هي قادرة كمؤسسة سياسية على أن تقف أمام الاتجاه اليميني المخبول في كثير من الأحيان لتحقيق هذا السلام وإقناعه بأن ده هو مستقبل حياته في المنطقة زي ما حصل في السعودية طيب أنا بس قلت السبب الأول سبب الأول زيادة السكانية الكبيرة التي لا يمكن تجاولها وإلا أصبحت إسرائيل جنوب إفريقيا جديد سبب الثاني أن أمريكا هتمشي من هنا طيب نتكلم بقى عن هل إسرائيل تقبل تقدر تعمل السلام لازم نعرف أن حركة إسرائيل بيحكمها في الأساس الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية مش اللوب اليهودي حركة إسرائيل أمريكا لا اللي بيحكم حركة إسرائيل هو الصهيونية المسيحية في أمريكا الصهيونية المسيحية في أمريكا مش مسيطرة على أمريكا لا أمريكا مسيطرة عليها المسيحي البروتستانتي مش اليهودي الترتيب في أمريكا ترتيب القوة أولا المسيحي البروتستانتي ثانيا المسيحي الكاثوليكي ثالثا اليهودي ده اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتقافيا وكل حاجة هم لماذا يتحدث المصريون المواطنين الأمريكي عشان الوهم عن أنه بيشتغل وبيتعب وبيقالوا عشرات السنين بس فيه سقف مش بيخطي إلا لو كان يهودي المصري أو غير الأمريكي الأمريكي يوصل الأمريكي البوتستاني يوصل لأعلى مستوى لحد رئيس جمهورية الأمريكي الكاتوليكي يوصل لأعلى مستوى ممكن برض رئيس جمهورية أحيانا كان كاتوليكي بس موتو إنما تلتيب القوة طبعا المسيح البوتستاني أولا في أمريكا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي أولندا وفي هذا كلام وفي أستراليا المسيح الكاتوليكي ثانيا بنرجع لتأثير ده على قبول إسرائيل والوامين بتاعها بأي شكل سلام لأنهم مقدمين وقالوا نصف السنة اللي جاية احنا هنقدم مشروع وفلسطين خايفة مش عارفة ايه ده بس حفظاتك الرأي العام اليهودي في أمريكا دلوقتي لم يعد متعاطفا مع إسرائيل كما كان من قبل وخصوصا الشباب تحت لك بعين سنة تحت لك بعين سنة يقولك إيه ده دول بيطهد الفلسطينيين دول بيموتوهم هو ده أمريكي متعلم مثقف إنسان هو أنت فاهم اليهودي إيه وحش هو بني آدم طبعا وزي أي بني آدم تعلمه غلط بيبقى غلط تعلمه كويس بيقى كويس وهو مش عايش في البوتقة اللي بتقعد تغزي فيه الكلام اللي بيحصل عندهم هو راجل متقدم اللي بيسنده إسرائيل أو العواجيز في أمريكي ولذا تتوقع إيه حضرتك أتوقع إن قوة دفع أنا يسا ما كملتلكش حاجة إن المسيحية الصهيونية اللي هي العماد الأساسي لإسرائيل دلوقتي وللاستيطان هي أيضا تتغير يعني هي تتغير تنظر إلى إسرائيل ليس باعتبارها معجزة دينية ولكن باعتبارها نموذجا ديمقراطيا فهل تنسجم الديمقراطية مع الأبرتايد نووي تمام وبالتالي فنحن نسير نحو تفاهم ما ولكن لأنهم هم الأقوى حتى هذه اللحظة فقد يكون هذا التفاهم ظالما إذا لم ننتبه ونكون متحدين ونساعد بعض ونقف موقف تفاوضي زكي وقوي طب أخيرا لما حصلت الفرقيعة بتاعت القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وعنين للسفارة وكلامنا أحد رجال أمريكا السياسيين الرسميين قال أنه العرب والفلسطينيين في حالة من الضعف لا تضع أمامهم إلا أن يقبلوا بأي خيار أمريكي لحل القضية الإسرائيلية الفلسطينية هو أنت لا تتكلم عن القدس باعتبارها جزء لا أنا أتكلم عن ملامح الحل اللي حضرتك أعايز أستثمر الجملة لحياتك قلتها اللي هي قد يكون إن إحنا نقبل ببعض الظلم في هذا الحل يعني فيما يخص مثلا وضع القدس ممكن بعض الناس تضعف وتقول ماشي أبو ديس أبو ديس ناخد عاصمة في أبو ديس لأ أنت لازم أما توافع على حاجة تعبر عن الشارع وإلا هتقدم حل مش يعيش كتير مش موجود مش طبق على الأرض الناس هتتمرد عليه عمل حل عشان السلام وهو هيوجد لك حرب وحيوجد لك يعني تمرد ومزيد من الدم بالظام ف أنا في اعتقادي بناء على ما سمعته مثلا من البابا من البابا حن البابا فرانسيز البابا فرانسيز إنه لن يكون من السهل أن تكون القدس الشرقية لإسرائيل إنما تكون لليهود والمسلمين والمسيحيين أيوة وهذا ما أؤمن به أنه صائر لسببين أولا لأنه قرارة تأسيم بتاع 181 سنة 49 سبعة وإلا كان يدولها يعني حطها كعاصمة روحية ملك العالم قلش ولكن ما حطهاش لطبع المنطقة العربية ولا طبع المنطقة الإسرائيلية هده حاجة ثاني حاجة أنا فاكر حسن مبارك قال بوضوح مستقبل القدس هو في التدويل وأنا رأيي أن حسن مبارك فاهم كويس كان ومازال ما عرفش اللوقتي يسا بفكر ولا إيه بس عموما من ساعة ما قال الكلمة دي وأنا مطمئن إلى أن القدس لن تكون اليهود وحدهم وأنها ستكون كما كانت دائما مدينة السلام لكن هل هل هذا الحل بقبول الفلسطينيين بعاصمة أخرى بالمناسبة أنا مش خالص مع الناس اللي هم ضيعوا عمرنا ودم ولادنا وفلسنا على قصة فلسطين تحت أي مبر لكن عايز أسأل حضرتك يعني أخيرا حضرتك بتشوف أن هذا الحل حيضمن للفلسطينيين حياة كريمة بعددهم الكبير دوت على هذه المساحة الصغرى المتبقية لهم من الأرض اللي لو كانوا وفقه مش عايزين ننكأ جراح الماضي يعني على معاهدة السلام وكان بقى لهم وضع أفضل كان حاجة وثلاثين يمكن من أرضهم احنا ما قداش نتكلم عن المستقبل لأن فيه شرق أوسط جديد بيتشكل والشغل كله في الحقيقة هو على شرق العالم العربي الذي صيغة فيه أعقاب الحرب على ما الأولى يعني عن سوريا والعراق ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة وإسرائيل ممكن جدا يبقى في المستقبل في الشرق الأوصل الجديد حركة الأموال والأشخاص والأفكار أكثر حرية مع غياب الدكتاتوريات وفي الحالة دي ممكن الشعوب تنتعش وتعيش هنا وهنا وهنا وتتنقل ويبقى فيه تصور جديد للهوية وللتعبير عنها ومش كل المنطقة لحياتك زكرتها دي كانت تابعة للمملكة المصرية في يوم الأيام لا مش كل لا احنا كنا السلطنة المملكية كلام ده كان في القرن لحد القرن الخمستاشر يمكن آه كان يعني السلطنة المملكية تمتدي إلى الشام آه خمشنا شغلنا تاني بشكرك جدا أسامة نورتنا الله يكلمك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة الغزولي وبشكركم مشاهدينا فاصل قصير ونتكلم عن السياحة المرتقبة ما بين طيران مصر وطيران روسيا اشتركوا في القناة